شوفي ما هو يعني وانت بتشتغل في هذا الملف في حاجات بتبقى تايهة عن الجمهور والناس اللي بتتابع وحتى تايهة عن الزمل الإعلاميين في أسماء بتطرح اعتزلت ريحت بس ما بتطلعش تعلن ان هي اعتزلت لكنه الإعلام بيفضل يلاحق بأسمائهم في أسماء من الترشح بتطلب مبالغ غير طبيعية وهنا مش يتقال أصله الجمهور أحيانا يتقالك إيه لا الأهل لازم يفتح الخزنة والأهل لازم يدفع أيوة في أرقام غير طبيعية مصرية طب ولما بيفتع الخزنة بيسلم يعني لا في أرقام مصرية غير طبيعية فبالتالي في قدرة في تقييم للسمات الشخصية لأنه مش أي مدرب يقدر ينجح مع فريق بتاع بطولة ده بيحضرني مقارنة بين نموذجين لغاية ما جاء النادي الأهلي منو الجوزيه ترتيبه وتصنيفه في البرتغال أقل بكتير من واحد زي توني أوليفيرا توني كان حاجة كبيرة جدا في قائمة أبرز المدربين والمصنفين في البرتغال وأوروبا الاتنين جابهم الأهلي جاب منو الجوزيه في 2001 ومانو جوزيه وقال رشع توني أوليفيرا وقال كده قال ده يعني تقريبا الأستاذ ده الأستاذ كبير فاكرين أنتو توني أوليفيرا ما فيش يعني الرجل ما كملش وصدفه سوء بخت غريب جدا ونتاج سلبية جدا ومشي وفضل على الاحترام المتبادل مع الأهلي حتى لما راح اشتغل في السعودية أعتقد مع الوحدة كان حريص فقارة بزيارة أن يجي زور النادي الأهلي بس بقولكم منو الجوزيه وقتها صاحب التصنيف المتأخر بالنسبة لتوني أوليفيرا لما رجع بعد التجربة الأولى حقق نجاحات مزهلة لعلها الأبرز في تاريخ الكرة الأهلوية وتاريخ الكرة المصرية عمتا كأبرز مدرب أجنبي 25 مدرب أجنبي قادوا كرة الأهل في تاريخها أبرزهم وأنجحهم وأكثرهم لفترة طويلة كان منو الجوزيه أضيف مع سير 3 من العمليقة هيدوكوتي المجدد والمطور في تجربة السبعينات الناصعة أيضا فيتسا ديترش فيسا الألماني في نهاية التمانينات له تجربة كبيرة جدا وعمل بصمة فنية عالية جدا منو الجوزيه حقق حصاد هو الأروح في تاريخ كرة القدم المصرية مقارنة بتوني أوليفيرا اللي فشل فشل زريع الاتنين في بلادهم لأنا حدي لك واحد في مصر بقى مايكل إيفرد نجاح مع الزمالك نجاح مزهل مع المقاولين فشل عجيب مع الزمالك ده هو خلص على مجلس إدارة يعني هو مايكل إيفرد اللي كان معاه يتربع في المركز العاش وكان هو حقق نجاحات عالية في الأولين وفي الزمالك هو نفس الشخص بالزبط فهي دي الكيميا فخليكو عارفين إن في مدربين اعتزلت من غير حتى لما بتتردد الأسماء ما حدش عارف إنه دول اعتزلوا بس في ناس اعتزلت وفي ناس أرقامها غير طبيعية خالص وفيه جهود كبيرة شغالة في هذا الملف ليه الأهلي ما بيعلنش الناس بتعتقد إنه الأهلي غاوي يكتم وإنه هو حتى لما الإعلام ما بيقدرش يوصل للإسم ده نوع من التحدي في التكتيم والسرية والتعتيم مع الإعلام لا مش كده خالص هي المسألة ليها سياسة عمل لا شك إن النادي الأهلي الإسم الكبير جدا في الصحر الرياضية العربية كل الأندية فيه أندية كتيرة بيقعندها احتياجات لمدربين فيه أندية خليجية قدراتها المالية أعلى بكتير جدا من أي نادي في مصر أو في بقية المنطقة فبالتالي ما أن يذكر إسم الأهلي مقرونا بأي مدرب هتلاقي فيه منافسين آخرين دخل على الخط في المفاوضات ده اللي بيخلي داري على شمعتك تقيد لهي رغبة في التعتيم ولا رغبة حتى في حجب الأسرار دي سياسة عمل حتى لو رغبة في التعتيم أنت ما فيش تفاوض يتم عبر وسائل الإعلام يعني ما تقعد أنت وحدة بتتفاوض أول ما الأسماء تتصرب بالمفهوم السوق يركبك لأنه هيبقى فيه ضغط بالضبط مع أو ضد واللي مدائم أنه هيطلع لك فيه في الفطر الأول أنا خلص ترشح فيها كان الأهلي صرف نظر عنه لكن إيه اللي حصل تسبب في مشكلة كبيرة لأن الناس علقت بيه قوي رغم أنه كان حساباتنا معاه أنه هو مش هو اللي حييجي خلاص يعني ده بالضبط كده أنك إنت عشان تتحرر من ضغوط لأن أنت لقيتك في النار اللي بقي ده كله اللي بيشوف مدرب شيك اللي بيسمع مدرب يتكلم يعجبه كلامه اللي حد صاحبك شكرلك فيه أنت لما تشوفت سوشيال ميديا كل واحد بيتك على مدرب يعجبه طيب ده حيتحقق إزاي؟ إذن المسئولية شيء وإنك أنت تبقى بتتفرج من بعيد ولك رأيك شيء آخر دائماً المسئول حساباته متشعبة وفي الآخر بياخد من التوليف التشعب دي يعني الفلوس الشخصية السن التارجت اللي انت حتكلفه به هو بتاع مشاكل ولا مش بتاع مشاكل إحنا نقدر الكتالوج بتاع مالوجي سي نقول إن إحنا دلوقتي الكتالوج ده اللي انت عايزه لما تجد حد بسمات المحبوب المكروه المهاب اللين العريكة يعني إنك أنت في كل الصفات دي بس هو بيستخدمها إزاي وكل حاجة في معادها إزاي إزاي اللعب يحبه ويخاف منه إزاي اللعيب بيسق في عدله وهو ما بيلعبش والناس ما بتبقاش عارفة واحد زي مانو الجزيء أعلم من قبل كده أنه اعتزل العمل الفني عندها أمل إن هو بيحب الأهلي والأهلي لو احتاجه وحيقول له أوكي يعني ممكن ممكن أتفهم دي وهو الرجل حابب مصر وموجود في مصر وعايش في مصر لكن في عمل استشاري يعني هونت هونت مالوجي سي الناس كتير تقولك إيه يعني مجرد تواجده بأفكاره وفلسفته حيشيع جام الطمقنينة ويعني ويأثر ويطبع على اللي حواليه في وجهة نظر بطول كده آآ لكن لابد أنت كمان تبقى بتفكر باستمرار طب لو ما فيش ما نوجي سيه هيحصل إيه آآ لو الرجل اعتزل بالفعل لسبب من الأسباح ما حصلش اتفاق اعتزل آآ مش مش حابب يخش في دائرة الضغوط مرة أخرى آآ أو حابب له آآ تصورات أخرى آآ ده ده تفاول ما تقعدش تحطني في تحت ضغط إنك إنت عايز تعرف كل يوم أنا بتكلم بقول ليه وبدفع كام وهو إزعلان ليه ولا مقصود ليه وما ينفعش الكلام ده أقو الإعلامين حتى والجمهور مش عارفين مين اعتزل ومين طالب كام لأنه حتى ما بيعلنشي الأرقام الأرقام لا الفلوز دلوقتي إحنا من كتر ما بنتكلم أكتر حتة بتدفع بعد الخليج آآ مصر آآ يعني المدرب يبقى آآ في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب حتى في المغرب يأخذ عشر ييجي هنا أو في الخليج يأخذ عشرين آآ رينار كان بيأخذ ثمانين ما حدش ميصدق مع المنتخب ثمانين ألف دولار آآ يعني وبعد كده طيب لما تنقى راح السعودية راح بمئتين وخمسين أو هكذا يقال يعني الله أعلم إذن المدرب أحيانا بيضحب الفلوس عشان التارجت هو عايز يخد مع المنتخب أو مع النادي ده واخد بطولات وكده نتمنى الشخصية الشخصية دي السمات دي نجدها في المدرب ويكون برضه صاحب فكر وفلسفة أنه يطور أنه يسيب لك فريق متربي صح متربي فلسفيا و وثقافيا كرويا بشكل سليم تقدر أنت تستفيد منه حتى لو بيعد المدرب وده اللي حصل مع النادي الأهلي فضلة الأجيال دي تشع لفترات وتتواصل ومتخم مصر مصلحة متخم مصر شوف أنت قلت مدرب مصر ينجح لو في مدربين تقال بيمراره الأهلي وزمالك وبيراميد والإسماعيل وكده الأندية الشعبية تحديد دول لو المدربين دول أصحاب فكر وفي صراع فكري وقوي أي مدرب مصري هيمسك المتخم هينجح أصحاب فكري